كشف الحزب الاتحادية الديمقراطية الاصل عن توجه وفد برئاسة نائب رئيس الحزب سيد جعفر محمد عثمان الميراني للعاصمة جبا خلال اليومين القادمين للقاء عبدالعزيز الحلو والجبهة الثورية وقادة الحركات المسلحة الاخرى وقال القيادي بالحزب الزين العوض ان الزيارة تاتي في اطار دعم الحزب لقضية السلام والواجهودات التي تجرى حاليا بشأن التوصل الى سلام شامل ودائم مؤكدا ان الاتحادية الاصلة سيعمل على تنفيذ الاتفاقية بعد التوقيع عليها وانزالها على ارض الواقع